مشاهدين ربين بي طبعا خسائر أكبر ولكن في المستقبل هنا توقعات بإيجابية أكثر سنشاهد الأرقام ماذا حصل مع ربين بي والأرقام المهمة بداية نعم هناك خسارة طبعا إن كان بوكينج إكسبيد يقول هذه الحجزات تدهورت بحوالي 67 إلى 70 في المئة من الطبيعة تتأثر أيضا ربين بي رغم أنها شركة جديدة في البورسة الخسارة الصافية كانت بالربع الأخير هي الخسارة الكبيرة نتكلم بحدود لأربع مليار 3.9 مليار دولار بالربع الأخير من العام الماضي بينما كانت 352 مليون طبيعي هنا كورونا دخلت بقوة والإغلاق التام الخسائر الصافية كانت عند 4.6 بينما 674 مليون هنا أهمية أن تصمد AirBnB بوجه كل هذه بالفعل سوق حص كبير جدا عند دخولها في الأسواق متزامنا مع كورونا أسباب تكبد الشركة الخسائر أيضا هناك أشياء جديدة الرسوم المرتبطة بالاكتتاب العام الأول الذي حصل في ديسمبر 2020 لكن رغم كل ذلك اللقاح وفتح الاقتصاد في المستقبل هنا سنشاهد أنه ممكن أرقام إيجابية طبعا تفوقها توقع بالنسبة إلى عام 2020 2019 كنا شاهدنا الإيرادات عند 4.8 إلى 3.4 يعتبر جيد جدا هذا الرقم لكن أيضا بالنسبة إلى الربع الرابع لاحظوا الهبوط اللي عم يحصل طبعا نتكلم إحنا 1.4 مليار دولار بين 2019 2020 أقل 750 بالنسبة إلى الربع الرابع لكن الذي نريد أن نقول كانت الشركة توقعت أيضا دروب بأكتر من 50% على الأقل في كورونا أجد تتأك حند 30% هذه أيضا كانت من الأشياء المهمة أسباب تراجع الإيرادات طبعا إغلاق كورونا وعدم الزهاب في رحلات أم لا بالنسبة إلى المسافرين والسفر يتوقف لكن مع عودة السفر هل سيكون الطلب على Airbnb أكثر من الفناضق أم لا وهل ممكن أن تتفوق على الشركات الكبرى التي هي مسيطرة وإمبراطورية كاملة بينما وطيرة اللقاحات كيف ستكون الانتشار اللقاح أم لا بالنسبة إلى جواز السفر أيضا الصحية سيطبق إلا لن يطبق بالنسبة هناك جدل بين الدول الأوروبية شاهدنا ذلك البارح مع الاجتماعات لكن الانتعاش متوقع كثيرا يصير في الانتعاش على أقل أقوى بكثير من الوضع الحالي بالنسبة إلى الشركة ممكن أن ترتكز على الربع الأول كيف سيكون أو كيف تكون بدايته يعني مرة تقريبا شهرين سنشاهد إلى الآن ما هي البوادر وأيضا بيكون أفضل بكثير أكيد مقاطع بالربع الرابع الذي نتكلم عنه أما بالنسبة إلى السهم السهم تفعل وارتفع شاهدنا ارتفاعات للسهم الكيمة السوقية كانت عن 120 مليار دولار بالنسبة إلى السهم تشاهدون حركة السهم منذ ديسمبر اتجاه الصاعد ولكن هذا الاتجاه يعوقه بعض الطباط العالية جدا لاحظوا هنا بفبراير كيف تحرك السهم وأيضا في يناير أما الكيمة السوقية هي أكثر من 100 مليار دولار نحن تتكلم عن 120 مليار دولار تفوقت هذه الكيمة السوقية على شركات كبرى مدرجة وعلى فنادق عالمية عمرها 70 سنة و60 سنة وموجودة في البورسة سلسلة فنادق عالمية تفوقت بقوة اير بي ام بي كنسبة القيمة السوقية هذه الخسائر التي حصلت سننشأت طبعا تعول على هذا الربع والربع القادم مع زياد في حركة السفر اير بي ام بي